في سعي لمحو الأمية الفلكية ونشر علوم الفلك والفضاء وتفعيل عملية الرصد لسماء فلسطين تم إنشاء مرصدا فلكيا مجهزا بأحدث التقنيات في مدينة الخليل ليخدم هذه الغاية في خطوة هي الأولى من نوعها تفاصيل أوفى حول المرصد في تقرير نبال فرسخ من هنا تستطيعون رصد سماء فلسطين الجميلة فهذا المرصد هو الأول والوحيد في فلسطين وهو يعتبر جزءا من المنظومة العالمية للمراصد الفلكية في مدينة الخليل يقع المرصد الفلكي الأول من نوعه في الأراضي الفلسطينية والذي بات بمثابة نافذة دراسية للباحثين وطلبت الجامعات والمدارس وهوات الفلك المركز الفريد من نوعه والوحيد من نوعه المركز الفلكي في المركز الكوري وهو محط اهتمام الجميع مدارس التربية والتعليم الآن تزور المركز بشكل مستمر وبشكل دائم من كل الضفة الغربية أيضا في فلسطين هذا هو المركز الوحيد المؤهل لرصد القمر لتعرف على عنده خدوم وحلول شهر رمضان المرصد الفلكي هذا مجهز بأحدث التقنيات التي تتوافق مع المعايير العالمية لعملية الرصد الفلكي حيث يحتوي على أربعة أجهزة تليسكوب ليلي وآخر شمسي وقبتان فلكيتان بالإضافة إلى مكتبة فلكية عملت بلدية الخليل على إنشاء أول مرصد فلكي موجود في فلسطين بل والشرق الأوسط من حيث الإمكانيات والميزات الموجودة والمتوفرة لديه من خلال التواصل لزيادة الإمكانيات الموجودة عندنا قدرنا نتواصل مع ناسا الأمريكية للقاءات عبر نظام الفيديو كونفرنس وسكايبي لمحاضرات علمية مع سفراء من وكالة ناسا الأمريكية هؤلاء الطلبة وجدوا في هذا المرصد فرصة لهم ليحولوا المعلومات النظرية التي يتلقونها عن الفلك إلى تجربة عملية ساحرة الهدف الأساسي والأول موجود عندنا هو محل أمية الفلكية كمان بنشغل موضوع تفعيل الرصد لسماء فلسطين يعني سماء فلسطين سماء جميلة جدا ولكن للأسف ما فيش المكان اللي بيقدر يرصد الأحداث الفلكية اللي بتصير بشكل دائم وإحنا مطلع تقرير شهري بجميع الأحداث الفلكية اللي بتصير كل شهر من الخليل المحتلاني بالفرس خربيا